اهلا بكم نهار اليوم تأثرت المملكة بحال من عدم الاستقرار الجوي مجددا بحيث تكاثرت الغيوم الرعدية في عدد من المناطق وايضا هطلت الامطار بحمد الله بحيث كانت اغزرها خلال نهار هذا اليوم في البادية الشمالية حيث تشكلت السيول والفيضانات هناك حاليا اجواء غائمة مع 16 درجة مئوية الرطوبة هي مرتفعة لهذه الليلة واتجاه الرياح تكون شمالية شرقية هذه الليلة عموما تكون الاجواء باردة نسبيا في العديد من المناطق تتكاثر الغيوم الركامية في عدد من مناطق المملكة وتتهيئ الفرصة لحدوث عواصف رعدية ممكن ان تكون قوية احيانا ويصحبها هطول امطار محلية ممكن ايضا ان تكون غزيرة ان شاء الله في عدد من المناطق كما نشاهد الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية معتدلة تنشط وقت حدوث العواصف الرعدية وممكن ان تكون مثيرة للغبار احيانا في عمان هذه الليلة 13 درجة مئوية وفي اربد 14 درجة في عنا تحذيرات لهذه الليلة مشاهدين ونخص بالذكر مرضى الجهاز التنفسي والعيون من خطر حدوث مضاعفات لديهم عند حدوث الاجواء المغبرة بفعل الرياح ايضا هناك خطر شدة الرياح ممكن ان تكون قوية وتزيد من الغبار في الجو ايضا كما نشاهد درجات الحرارة تكون في الكرك عشر درجات وجبال الشراسة درجات مئوية غدا كما نشاهد هناك تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة هي على شكل غيوم ركامية تتكاثر تدريجيا وتتهيأ الفرصة له طول امطار محلية قد يصحبها حدوث العواصف الرعدية وايضا تساقط البرد احيانا درجات الحرارة تكون اقل من المعدلات بحوالي 3 الى 5 درجات مئوية وتبقى المملكة تحت تأثير حاله من عدم الاستقرار الجوي كما نشاهد هناك احتمالية لهطول امطار في المناطق الجنوبية ايضا في خليج العقبة تهب رياح شمالية تكون معتدلة لكن بعد ذلك تنشط ويبقى البحر هادئا غدا في عمان 19 درجة مئوية 14 في جبال الشراء ونكمل درجات الحرارة لهذه الليلة ولنهار الغد في اربط 14 الى 20 درجة المفرق 10 غدا 20 وامطار رعدية ان شاء الله في عجلون 11 هذه الليلة 14 الى 21 في جرش وعشرين في الزرقاء ايضا امطار في كل من هذه المناطق 11 الى 19 درجة امطار رعدية في الصلط نكمل مرج الحمام 10 هذه الليلة 13 في غرب عمان وامطار ممكن ان تكون غزيرة البحر الميت 24 غدا تكون 29 درجة واحتمالية لهطول امطار 10 درجات في الكرك وتمني لهذه الليلة في الطفيلة الأغوار 22 الرشادية 14 نهار الغد الأجواء تكون باردة او مائلة للبرودة في معان 21 العقبة 28 غدا نهارا ووادي رم احتمالية لهطول امطار الجفر 10 درجات الى 22 الازرق 21 لنهار الغد الصفاوي امطار رعدية مع 10 هذه الليلة واخيرا فيرويشد ما بين 11 درجة الى 19 درجة مئوية ايضا هناك احتمالية لهطول الامطار هذه الليلة نذكر مجددا بدرجات الحرارة 13 درجة مئوية يوم الجمعة طبق المملكة تحت تأثير حالي من عدم الاستقرار الجوي يوم السبت يتراجع تأثير هذه الحالة ودرجات الحرارة ما بين 20 الى 11 درجة مئوية يوم الاحد نلاحظ الاجواء صافية تكون درجات الحرارة العظمى 21 درجة اجواء تكون مائلة البرودة وليلا باردة مع 11 درجة مئوية شكرا لكم لحسن متابعة والعودة لك الان لنا اشتركوا في القناة